اشتركوا في القناة ما يتعلق بعمليات العد والفرز الالكتروني واليدوي لأصوات الناخبين وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات الحالية لكن نقطة الخلاف الأبرز داخل قوى الإطار تتعلق بمرشح الحكومة بين طرف يريد طرح أسماء لا تثير غضب التيار الصدري وبين طرف يمثله المالك والخزعلي يصر على ترشيح محمد شيع السوداني في رسالة واضحة إلى عدم التنازل عن أي نقطة ولو جزئية لصالح التيار الصدري مراقبون سياسيون يرون أن أي تقدم في الأزمة السياسية يبقى رهن قبول الصدر بالتسوية المطروحة والقائمة على حكومة العام الواحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة لكنهم أكدوا أن العراق لن يرى حكومة جديدة قبل كانون الأول المقبل في أفضل الأحوال حتى ولو تحققت انفراجة سياسية وتبقى المعضلة الأكبر لدى الإطار هي تجاوز الصدر حتى يتسنى له المضي في الحكومة ولا يتوفر ذلك في الوقت الحالي إذ أن اعتزال الصدر للسياسة بحسب كثير من المراقبين لا يعد أن يكون بروبوغاندا سياسية اعتاد العراق عليها ويمكن أن ينقضها في أي لحظة ويأتي بمفاجأة جديدة تعقد المشهد أكثر وبطبيعة الحال فإن الأزمة السياسية ليست مجرد خلاف على أمور هامشية أو أنها وليدة اللحظة لكنها معقدة كثيرا ولها جذور تمتد لسنوات وبدأت تأخذ أبعاد صراع مسلح وهذا ما يجعل طي صفحة الصراع أمرا أقرب للمستحيل